يجبط على دينا يعني نريد أن نتحدث فيه في هذه اللحظة وإن كان طبعا مصر هو المكان المرتبط بالمكان الذي آوى السيد المسيح والعائلة المقدسة في لحظة طفولته حينما أصر الإمبراطور هيرودس والملك هيرودس في أرض أوروشاليم في نشأته أن يحاربوا ويبحث عنه ليقتلوا وذلك لأنه ظن بالخطأ أنه هو الملك الذي سوف يأتي يعني يقتنس منه الملك ويستحوذ على الملك الذي كان فيه الملك هيرودس ظن منه أنه سوف يبحث عن ملك أرضي ولكن كان الملاك قد ظهر إلى القديس يوسف النجار حسب الرواية المسيحية وأمره بالزهاب إلى مصر لكي ما يختبئ حتى يعود مرة أخرى إلى أرض فلسطين الأرض التي تباركت ببداية ظهرات وبداية النبتة الأساسية في نشأة الفكر المسيحي في العالم كله أعزائي المشاهدين ربما كان هذا بركة خاصة لشعب مصر من منطلق ما جاء في سفر أشايا النبي من مصر دعوت ابني وكذلك أيضا مبارك شعب مصر هذه الآية الشهيرة جاءت في سفر أشايا صح 19 ونضحها فوق رؤوسنا ونعلقها أمام أعيننا ولا تغادرنا أبدا أن هناك بركة خاصة لشعب مصر منذ هذه اللحظة التي وطأت فيها قدم السيد المسيح إلى أرض مصر ومصر كلها بركة ومصر كلها يعني خير ولا يمكن مهما حدث على مر الأجيال من متغيرات تاريخية أن تمحوا هذه الحقيقة الخالدة ففي مصر طبعا بنحب إحنا كمصريين العائلة المخدسة وبنحب أيضا القديسة العزراء مريم فيتبادل معنا الحب بالحب والخير بالخير لذلك اختصوا مصر لو نتذكر أيها العزاء أن ما حدث في سنة 1968-2 أبريل حينما تجلت العزراء فوق قباب كنيساتها الشهيرة في منطقة الزيتون وازدحم من ازدحم ألاف البشر بل لا أغالي إذا قلت مئات الألاف من البشر سدوا شارع طمان باي الذي يصل إلى كنيسة العزراء بالزتون حتى أن القيادة المصرية أعلنت في ذلك الوقت وهذا مؤرخ ويمكن أنا بشكر الكاتب الكبير الأستاذ محمود فوزي الذي أصدر كتاب خاص بزهاب السيد الرئيس عبد الناصر ومعه السيد حسين الشفعي واعتلوا أحد المساكن وأحد الأمارات القريبة من الكنيسة الموجهة للكنيسة ورأوا بعينهم هذا الظهور الذي كان قد يعني وصلت مسامعه وأخباره إلى كل العالم وجاءت كل وكالات الأنباء العالمية ورصدت هذا الحدث التاريخ العظيم الذي بركت فيه السيدة العزراء بعد هذه الحادثة مباشرة كانت أحزان النكسة قد خفت وطأطها وشعرنا جميعا في مصر أن السماء لن تترك شعبها في مصر إلا بعد تحقيق نصر مبين في المجال العسكري بالذات الذي تحقق فعلا بحدوث نصر أكتوبر العظيم أعزاء المشاهدين بركات كثيرة جدا جدا تختص بها العائلة المقدسة وتختص بها زهورات العزراء في مصر لشعب مصر المحب لها تماما والمحب إلى وضعها ويعرف قدرها ويجلها ويحبها سواء كان مسلمين أو مسيحيين